السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما تكونوا بخير اكتر من مرة الطلب مني اعمل مفارش للنيش وكمان مفارش للترابيزة من قماش الخامية فدلوقتي ده متر يعتبر قماش هبدأ ان انا اخد الجزء ده اللي هو عامل زي السامبوكسة دوت وطبقه على بعض عشان اعمل مفرش للترابيزة ودي هكون فكرتي الاولى انا كده خلاص عملتها قصتها فرقتها وكل سهولة جدا هجيب الاستراث وابدأ ان انا الزاو عليه يعني ده الاستراث الفضي ده انا قمت قبل كده المتر بتيه هو بخمسة جنيه انا هاخد اربع صفوف بحيث انه هو هيكون شكله حلو جدا انا اخترت الفضي لانه هيكون لايق جدا مع اللون اللي هو الازرق دوت ممكن نعمله بحبات اللولي مفيش مشكلة خالص لو لسه ما دستش لايك دوس دلوقتي لايك حالا انا بكل سهولة هبدأ كده ان انا اجيب مسدس الشامع وهلزق معي انا بلزق يعني بالطول الجزء وبعد كده ابدأ ان انا ألزق ألزق كده بالراحة اخدوا باركم بس عشان ما تتلسوش بعد كده هجيب برضو نفس المسدس بتاع الشامع كده وهبدأ ان انا ألزق بدون خياطة بنبدأ ان احنا نعمل اي حاجة بمسدس الشامع لو ما عندكوش مسدس الشامع ممكن بقى تجيبوا الشامع ذات نفسها وبالولاعة تقدروا ان انتو تلزقوا بيها لان في ناس كتير ما عندهاش مسدس الشامع فلازم نكون في بديل انا كده هو تلزقت هبدأ ان انا قصها كده وبعد كده هكمل من الزيادة يعني من بعد منها كده هلزق مش هلزق فويها انا اي زيادة هتكون في القماش بعد كده هبدأ ان انا اشيلها بالمقاص بحيث ان يكون الطروف معايا كلها متساوية بتاعت المفرش ويكون شكلها حلو يعني كل الزيادات اللي من الجنب دي انا هشيلها بعد من المفرش يخلص بطريقة سهلة جدا انا هيجي كده لغاية هنا كده والزق انا هيجي بقى في يعني الجزء ده اللي هو ما بين المفرش ده والمفرش التاني الوسم بوكسة يعني هبدأ ان انا اعملها بنفس الطريقة اللي انتم هتشوفوها دي هبدأ كده ان انا اعملها بميلة زي السبع كده ونفس الكلام هبدأ اعمله في الجزء التاني يعني هبدأ كده ان انا اجيب الجزء ده كده وابدأ ان انا ازبطه ازبطه كده على طريق ان انا هعمل تمانية يبقى سبع من نحية وتمانية من ناحية تانية فيلزق معي ويبقى كله متكمل على اساس ان هو يكون قطع واحدة لان كده خلاص عملتها هبدأ لزق بقى من الجناب بقية المفرش لو انتو مش حابين ان انتو تعملوا بالاسترس ممكن نعمله سيدة زي ما هو خالص بس كل اللي هنعمله ان احنا هنقص نضيف وبعد كده بالولاعة لو عندكم الولاعة الصغيرة دي بنحروق كل الاجزاء بتاعته ويبقى سليم معايا مفوش بقى اي حاجة وما ينسلش ولا الكلام ده خالص انا بنحاول نعمل الحاجة تكون شكلها جميلة جدا وتكون مختلفة عن الحاجات اللي موجودة في السوق فاحنا بنفكر ان احنا نعمل كل حاجة بادينا بطريقة سهلة جدا ومسيطة بيترق مشرى خيمية ده في منه انواعها اقل نوع بيكون بعشرة جنيه وده بيكون خفيف شوية في نوع بخمستاشر جنيه اللي هو الان جايبه دوت ده بيكون تقيل وفي نفس الوقت التباعة بتاعته بتكون واضحة وزهية زي ما انتم شايفين كده يعني بيكون شكله جميل وفي منه بيبقى اغلى شوية في حدود عشرين جنيه ده بيكون قطن بقى خالص ده ما بيكونش داخله بلستر بصوا شكله حلو ازاي يعني تحفة جدا مفرش من لاشي يعتبر من اقال من نص متر عملنا مفرش ديكور شكله حلو جدا لرمضان اتمنى ان الفكرة الاولانية تكون عجبتكم ويلا بينا على الفكرة التانية وهي ازاي نعمل مفرش للنيش برضو اطلب نفس الفكرة كده ممكن نعمل جزء بس زي الاولاني ممكن ااخد قطعة زي اللي انتم شايفين هدية ببدأ ان انا اقصها وفرغ المربع اللي هو اللي اللونه ازرع انا خلاص اشيل اي اقطار زيادة كده زي اللي انا بشيله ده وهختار الجزء اللي هو لونه كحلي انا كده خلاص اختارته هبدأ ان انا اجيب الاستراص الدهبي دوت وهعملو مفرش للنيش طبعا انتم هتعملو اكتر من واحد انا بس حبيت اعمل الفكرة وانتم عليكم الابداع مش حبيين تعملوه غامي انا بالنسبة لي لون الكحر ده يعني الشكله هيبقى حالو لما تعملو اكتر من قطعة مش حبيين تعملوها يعني زي ما انا بعملها كده بلون غامي عايزين تعملوها مثلا بلون فاتح لون احمر او كده بنفس الطريقة كان برضو من غير خياطة ومن غير تاني ومن غير اي حاجة بكل اللي هنحتاجه شريط استراص زي كده فيه منه خمسة جنيه وفيه منه اقل تقريبا باربعة جنيه اللي هو الوان بيبقى موجود عند كل الناس اللي هي بتاعت مستلزمات الخياطة علشان اللي كان بيسألني بتجيبوه منين انا كده خلاص اهو ببدأ ان انا بصوا بكل سهولة يعني المفرش بالزبن مش هياخد في اديكم دقيقة وهتكونوا عاملينه بطريقة شكلها شيك وتكون في نفس الوقت مبسطة لأي حد يعملها فيه ناس طلبت مني افكار برضو للنيش في رمضان يعني ازاي بنعمل ديكور على النيش وديكور التلاجة ان شاء الله باذن الله دي الافكار اللي جاية بطريقة برضو مبسطة هعملها وفيه ناس طلبت مني برضو زينة ان شاء الله برضو الفيديوهات اللي جاية هعملها انا هياخد تعليق تعليق باذن الله وان شاء الله مش هخلي حد منكم زعلين اي حد هيطلب مني حاجة في التعليقات بإذن الله هعملها لكم بطريقة سهلة ومبسطة وتنفعكم بإذن الله بعد كده يعني برضو الفكرة دي هتنفع بعد رمضان لو أنتم مش عايزين تعملوها بالخيمية بعد رمضان وتعملوها بالضمتيل هيبقى شكلها حلو بصوا شكله حلو جدا إزاي هتعملوا طبعا ست قطع أو مثلا أربع على حسب ما أنتم عايزين ودي الفكرة الثالثة معي أنا عندي المج الأبيض دوا مجس هذا فأنا كده جبت الستيكر اللي هو بتاع بوجي وتمتم وفرخته وهبدأ أن أنا ألزقه على المج علشان يكون عندي استغلال لي أنا بطريقة سهلة جدا ومبسطة طبعا بنتي دي هي اللي عملت لعب كده فما فيش مشاكل خالص أنا كده ببدأ أن أنا أفرها الستيكر ده بيبقى حلو قوي ده اللي أنا عملت منه الفكرتين اللي فاتوا وبرضو إن شاء الله فيه استخدامات جاية جدا هتوبقى سهلة بوسيطة بالستيكر ده وفيه برضو حاجات جاية من الورق اللي هو اللز برضو إن شاء الله الفترة الجاية هيكون فيه أفكار كتير بإذن الله لغاية رمضان بص أنا بحاول أخرج الهوى منه علشان يكون شكلها حلو ما يكونش فيها أي زيادات وتباني إن هي مطبوعة على المج طبعا لو أنتم مش عايزين تعملوا الفكرة دي برضو إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هعمل لكم فكرة على الكبيات الإزازة العادية مع تزيين إن شاء الله حاجات تانية أفكار كلها بإذن الله هتكون سهلة لو بسيطة إن أي حد يعملها أقولت لكم حتى لو أطفال هيقدروا إن هم يعملوا الحاجات دي هيكون بإيديهم هم اللي عاملنا وفي نفس الوقت إفراحوا بيها أنا كنت بفكرة أحطي الفرنوس ده في إيده من تحت بس لأ قلت لأ في الجنب كيف شكله أحلى وأشياء أتمنى بقى إن الأفكار بتاعت النهار ده تكون عجبتكم ما تبخلوش بقى علي باللايك والشير والسبسكرايب ولو لسه إن شاء الله أول مرة بتتبعيني إنزل حالا أعمل اشتراك وفعل الجرس علشان إن شاء الله يوصلك الجديد مني أول بأول متشاكل جدا ليكم للمتابعة للنهاية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر